بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الاهلي في المونديال النهاردة عايز اتكلم مع حضراتكم في سؤالين مهمين جدا السؤال الاول يعني ايه كأس العلم للاندية معلش هو سؤال انا بقوله لبعض من لا يشجع النادي الاهلي وحتعرفوا ليه في الاخر كأس العلم للاندية هي بطولة اقرها الفيفا علشان الفرق اللي بتكسب بطولة القرات تلعب مع بعض في مكان واحد ده معنى كأس العلم للاندية طيب قناة هنا او ادارة القناة قررت ان هي تتواكب مع الحدث وتعمل حاجة تليق باسم جمهور او بجمهور النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي فبدأنا ان احنا نعمل هذا البرنامج الاهلي في المونديال فلما بدأنا نعمل هذا البرنامج قررنا ان احنا دايما لما نجي نتكلم في الامور التحليلية والامور الرقمية والامور الاحصائية نجيب لحضراتكم الدكتور احمد ثابت وكريم سعيد فبنعمل ايه واحنا بنحلل او بنقول ارقام او بنقول احصاءات عندنا خمس فرق ابطال خمس قرات فكل قرة البطل بتاعها بنجيبه وبنحلله عنده نقاط ضعف نقاط قوة بنتكلم عنها مهما كان هذا البطل يعني بايرد ميونيغ بنجيب نقاط الضعف ونقاط القوة اونال المكسيكي بنجيب او النهاردة النهاردة عندنا تحديدا اونال المكسيكي واولسن الكوري الجنوبي هنتكلم عنهم عن النقاط الضعف ونقاط القوة فهو ده الشكل اللي احنا بنعمله او هو ده اللي احنا عايزين او الخدمة اللي بنقدمها لجمهور النادي الاهلي اللي احنا نعرفهم كل شيء عن هذه الفرق الخمس فرق طبعا للنادي الاهلي معانا على طول في كل اي تحليل بنعمله او اي احصاء بيبقى معانا دايما للنادي الاهلي فبالتالي واجب علينا ان احنا نجيب لحضراتكم كل نقاط القوة ونقاط الضعف اللي موجودة في كل الفرق مش اكتر من كده وبالتالي بعد كده بقى ما بنجي نفكر بنفكر في ان احنا نجيب لحضراتكم بعض الذكريات بعض الامور الخاصة بألفين وخمسة بألفين وستة بألفين وتمانية بطولات كأس العالم للاندية للعبها او اللي اشترك فيها النادي الاهلي بالمناسبة انا فيه ناس او فيه فرق ما بيلبسوش بيدل غير ما بيقوا راحين افرح زميلهم او عندهم مناسبة لزميلهم النادي الاهلي راح كأس العالم للاندية خمس مرات والنهاردة او المرة دي هي المرة الستة وبالتالي هناك زي موحد بدلة زي ما قلت لحضراتكم اعملناها بلكده في ألفين وخمسة والنهاردة في ألفين وواحد وعشرين بنعملها مرة تانية هو ده النادي الاهلي هو ده الشكل اللي احنا بنشتغل به هو ده الاسلوب اللي احنا دايما بنتبعه كنادي اهلي فالحقيقة انا باستغرب جدا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي وهما بيتكلموا على بعض الامور الخاصة بكأس العالم حضرتك خليك في اللي انت فيه احنا لما نرجع نلعب في الدوري مرة تانية وبالمناسبة النادي الاهلي هو النادي الوحيد حتى هذه اللحظة في الدوري العام المصري لم يهزم النهاردة نادي الزمالك اتهزم من نادي المحلة وبالتالي اصبح النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي لم يهزم حتى الان مش عارفين اين اللي جاي فلما نرجع الدوري هنتكلم عن دوري وحنحل المطشط الدوري وحنحل الفرق الدوري وحنعمل كل حاجة وكل ده بيحصل خلال الفترة اللي فاتت داخل قناة النادي الأهلي عشان كده ببقى مستغرب جدا لما الناس بتتدخل في حاجات ما شافتهاش زي ما قلت لكم الواحد لما يعني بيلبس بدلة كده لطيفة ولا حاجة فيه فرق هنا لما بتلبس البدلة دي بتلبسها زي ما قلت لكم عشان الفرح أو عشان عنده فرح يعني أو حد من زميله عنده فرح أو مناسبة ده آخرك مش حاجة تانية يعني فأنا بالنسبالي أنا بلعب في كأس العالم للأندية حجيب الخمس فرق وحتكلم عن الخمس فرق وححلل الخمس فرق من وجهة نظرنا أرقام وإحصاءات وكل شيء ونقاط ضعف ونقاط قوة ده أولا ثانيا هل اللعب في مونديالي الأندية هو مكافأة لأبطال القراط آه طبعا اللعب للمونديالي الأندية هو مكافأة لكل أبطال القراط وكل الأبطال بالمناسبة عندهم هدف واحد بس إن هم يكسبوا هذه البطولة يعني النادي الأهلي نفسه يكسب هذه البطولة هتقولي نفسك تكسب هذه البطولة هقولك أيوة هو ده النادي الأهلي النادي الأهلي لما بيفكر بيفكر دايما في إزاي يكسب البطولات اللي هو بيخش يلعب فيها مش بيفكر حاجة تانية هلعب بايرد ميونيخ هلعب الدحيل هلعب تجنيز أونالي المكسيكي هلعب أولسان الكوري الجنوبي هلعب بالميرس هلعب أي حد عايز أكسب وهو ده الفرق ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر وإحنا مع بعض هو أنا ببص على الصورة كأس العلم للأندية محطوط والأندية الأبطال بتلف حواليه هي دي كرة القدم وهي دي المنافسة في كرة القدم فإحنا كل اهتمامنا دلوقتي منصب على كأس العلم للأندية لما نرجع للدوري والبطولة المحلية هنفكر في البطولة المحلية لكن إحنا دلوقتي ما بفكرش في البطولة المحلية أنا بفكر في كأس العلم للأندية بفكر أن أنا عندي مباراة يوم الخميس القادم عايز أكسب هذه المباراة المكسب أو الهزيمة دي بتاعت ربنا أنا معرفش إيه النتيجة ولكن أنا متأكد مليون في المية أن كل لعبت النادي الأهلي عندهم غرض واحد فقط هو إزاي أكسب هذه المباراة فأنا كل تفكيري ما أنا هعمل إيه في كاس العالم عندية عايز ألعب المباراة اللي جاية عشان ربنا يكرمني وألعب المباراة اللي بعدها عايز أكسب المباراة اللي بعدها لو ربنا كرامني في المباراة الأولى أكسب في المباراة التانية عشان ألعب النهائي هذه هي كرة القدم هي دي كرة القدم بالمناسبة لكن تقولي أصلي نقاط الضعف مش عارف إيه وكل فريق في العالم عنده نقاط ضعف فحاجة جميلة جدا 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 إن أنا بشوف إن كل الناس منشغلة باللي إحنا بنعمله كل الناس كل مصر الحقيقة منشغلة باللي إحنا بنعمله إنا في قناة النادي الأهلي وعلى شاشة قناة النادي الأهلي فدي حاجة على فكرة ما تزعلنيش دي حاجة تساعدني جدا اكتب زي ما تكتب وعايز التاري أقولي اللي إنت عايزه ولكن طبعا ده لبعض من لا يشجع النادي الأهلي لأن أنا متأكد إن جمهور النادي الأهلي عارف إحنا بنعمل إيه وإحنا قلنا لحضراتكم من أول يوم أول يومين اتكلمنا فيهم عن نادي الدحيل تاني يوم اتكلمنا عن فريق بايرن ميوني اختلت يوم اتكلمنا عن أو رابع يوم اتكلمنا عن بالميراس النهاردة هنتكلم عن الفرقتين اللي باقيين وبكده نبقى خلصنا وبكرا إن شاء الله نرجع نتكلم مرة تانية عن الأهلي والدحيل حيلعبوا ازاي هو ده الشكل أو القناة عايزة تواكب أو إدارة القناة هنا عايزة تواكب الحدث العالمي الكبير ده فعشان كده بنحاول نعمل لحضراتكم كل حاجة بنقعد معاكم ساعة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة لو ينفع هو ده الشكل اللي عايز عايزة إدارة القناة تطلعوا لجمهور النادي الأهلي عشان يبقى جمهور النادي الأهلي قاعد معانا هو بيتفرج على فريقه هو بيتحرك في كاس العالم ازاي في كاس العالم للأندية بيروح ازاي من القوتل للملعب بيتمرنوا ازاي أمير هشام دايما بيبقى معانا عشان يقولنا إيه اللي بيحصل هو ده هو ده اللي احنا بنعمله هو ده الاسلوب اللي احنا دايما بنمشي فيه فعمر محد حيخلينا نروح كده أو نروح كده